يلا أولاد نأخذ النهاردة لسن 5 & 6 يونيت 4 لسن 5 & 6 أول كلمة نقولها مع بعض النهاردة هي كلمة توريزم توريزم يعني السياح كما ترى توريزم هي عملية السياح أول كلمة نقولها مع بعض كلمة توريزم ثانيا سائحون توريزم البيئة توريزم البيئة توريزم البيئة توريزم عندما نقول يدمر او يطلف يدمر او يطلف توريزم لاحظ كده انه جاي بعد منها حرف D حرف D هنا نجيب منه الماضي يبقى ده فعلا منتظم يدمر الماضي منها توريزم تمام؟ البيئة توريزم حرف N تصبح كلمة نون البيئة توريزم البيئة توريزم السكان المحليون السكان البلد البيئة توريزم او مثالة فرعونية فرعون فرعون مناقشة او مناظرة توريزم توريزم نقول عليها ايه؟ فعلا لما نقول بعد كده التلوث فعلا نشوف عندنا البوبكويز والبوبكويز بتبقى احنا المفروض فهمنا الكلمات اللي احنا لسه قرينا دلوقتي وبنمتدي نوظفها في جمل عندنا كلمة كلمة يعني شركة تلوث او مثالة فرعونية توريزم سياحة تمام؟ كيلو باترا 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 في حرف كافدل المسلة كليوباترا نمبر 2 I look I look forward to working in a big أنا بتطلع كلمة look forward to working يبقى look forward to يجي بعد منها verb plus ing أو no I look forward to working in a big company أنا بتطلع أن أشتغل في شركة كبيرة يبقى نكتب في نمبر 2 كلمة company نمبر 3 نمبر 3 بيقول لي is a very important for Egypt it brings a lot of money هي مهمة جدا لمصر وبيجيب لنا فلوس كتير برافو عليك عبد الرحمن يبقى كلمة ايه tourism اسمها بالانجليز ايه tourism اللي هي السياح tourism اللي هي السياح نمبر 4 نمبر 4 عندي is a great problem for the environment we should solve it هي مشكلة كبيرة للبيئة لازم نحلها اللي هي pollution اسمها إيبا pollution pollution اللي هو التلوث pollution يعني التلوث تمام pollution is a very اه pollution is a very اه pollution is a great problem for environment we should solve it هي مشكلة خطيرة للبيئة لازم نحلها هي مشكلة خطيرة للبيئة لازم نحلها lesson 5 اللي هي عندنا اول حاجة شركات السياحة holiday companies holiday companies companies holiday companies شركات السياحة طيب لما نقول كلمة drop 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 معناها يلقي او يسكت drop معناها يلقي او او يسكت البسطة منها dropped منطقة او مساحة area منطقة او مساحة area يضيف add يضيف add شركة بترول oil company شركة بترول يبقى الشركة بترول معناها ايه oil company oil a company طيب plan يخطط او خطة plan يخطط او خطة طيب تلاحظ ان كلمة plan لما نيجي نجيب الماضي منها تمام بنزوت n ed بنضاعف ال n زي ما وجودة قدامك كده plan plant plan 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 يعني يخطط وتلاحظ ان كلمة plan و plan الفرق ما بينهم حرف l في الاخر plan طائرة plan خطة او يخطط لما نيجي نجيب الماضي منها بنضاعف ال n عشان عندي في الموصصي حرفة متحرك في الحالة دي بضاعف ال a l plant plan travel يسافر نفس القص بنضاعف ال l لما نيجي نزود a d travel injured معناها يصيب injured اصيب طيب صورة لما نصف منطقة مماء الشخص منطقة 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 المنطقة مثل السلطة منطقة المنطقة 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 سنتظر دوائر الحجرية بالسنجامبيا كيلوباترا زنيدل تحوتموس الثالث طبعا ده احد ملوك الفراعنة الأنهار الشهيرة نهر غامبيا نهر تيمز نهر نيل دول وبلدين مدينة سنجامبيا دولة السنغال دولة غامبيا دولة انجلترا الامارات العربية المتحدة مدينة غامبيا مدينة غامبيا تقرير مكتوب تقرير مكتوب الدوائر الحجرية ستون سيركلز ستون سيركلز يتتبع او يقطفي اثر فولو يشمل او يتضمن تقرير مكتوب يشمل او يتضمن تقرير مكتوب يلصق او يرفق بطاقة لابل يرصق بطاقة اللي هي مثلا لما تشتري اي حاجة جديدة اي منتج جديدة بتلاقي فيه ورقة موجودة فيه كده اسمها اللابل اسمها اللابل تمام يبقى ده الملصق اللي بيقول لك مواصفات المنتج دوا وسعره والكلام ده كده الدياغرام اللي هي الرسوم التوضحية الدياغرام اللي هي الرسوم التوضحية blue bullet point اللي هي النقاط في الكتابة bullet point علامة او لافتة sign لاحظ ان كلمة sign عندنا حرف silent حرف السايلنت تحط تحت منه نقطة كده عشان تفتكر انه من الحروف الصامتة يبقى هارف الج هنا نضع تحت منه نقطة كده عشان نفتكر ان هو من الحروف الهي ما بتتنطقش يبقى sign عندنا كلمة designs designs يعني design تصميمات برضو في كلمة designs ما نطقناش حرف الهي الجي يبقى عندنا كلمة designs ما نطقناش حرف الهي الجي يبقى G هنا ايه silent يعني يا مستر silent يعني نكتبه بس ما ننطقوش عندنا كمان كلمة عبرة عبرة يعني across عبرة يعني ايه across بعد كلمة عبرة عندنا كلمة British British اللي هم الجماعة البريطانيين British يعني ايه البراط البريطانيين يازن يازن اخيرة حرف G وال H way 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 يعني وزن هنا G H برضو silent way عاصفة storm زلزال earthquake زلزال earthquake نلاحظ ان في كلمة earthquake كده ان TH نطقت TH earthquake earthquake يعني زلزال تمام يبقى نلاحظ كده ان TH في كلمة earthquake ما نطقناش اساسا تمام يبقى نشد تحت منها نقطة كده عشان نعرف ان هي ايه silent ما بنكتبهمش تمام قصدي ما بنقرأهمش love love هنا يضحك تلاحظ برضو ان G H تنطقت F love love البسط منها love latter latter يعني فيما بعد latter يعني فيما بعد nearly تقريبا nearly يعني تقريبا اخر كلمة هنقولها كلمة monument 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 يعني اثار monument يعني ايه اثار monument يعني ايه اثار ننتقل الى الجزء الثالث في درس النهاردة وهو تصريفات الأفعال الغير منتظمة طبعا عرفنا الأفعال المنتظمة نجيب الماضي منها بإضافة ايه دي ودي احنا قلناها واحنا بنقرأ دلوقتي تمام؟ أما الغير منتظمة فبنحفاظها زي ما هي بنحفاظها زي ما هي؟ ما هي يعني عندنا pay 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 يدفع المال تمام؟ pay دفع البسطة بارتسبل برضوك منها pay يبقى pay معناها يدفع pay دفع تمام؟ pay اللي هو التصريف الثالث sink sink يغوص او يغرب تمام؟ sink معناها يغوص او ايه؟ او يغرب تمام؟ البسطة منها نقول ايه؟ sank sunk sank sunk bring bring يعني ايه bring يا مستر؟ يعني يحضر bring يعني ايه؟ يحضر طب لما نقول البسطة من bring brought 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 يعني احضارها نلاحظ ان في كلمة brought g h silent كتبناها بس ما نطقنا هوج bring brought brought ننتقل الى الجزء التالي بعد كده اللي هو خاص بايه؟ words and objects كلمات وعكسها كلمة وضدها يعني مثلا اقولت كلمة agree هو يعني ايه مستر agree؟ agree معناها يوافق agree معناها ايه؟ يوافق تمام؟ طيب لا يوافق او يرفض disagree يبقى agree يوافق disagree لا يوافق او يعارض طيب more more يعني ايه مستر عحمة؟ more يعني اكثر more يعني ايه؟ أكثر طيب عزين لول اقل اقل يعني لس اقل يعني لس اقل يعني لس طيب عندنا think يغوس طيب عكس يغوس ايه؟ يطفو float يبقى think معناها think يغوس و float معناها ايه؟ يطفو float يعني ايه؟ يطفو company business that makes money by producing or selling things or services حاجة بيبيع خدمة او بيبيع منتج يبقى اسمها company debate debate يعني مناقشة او مناظرة انا ليك وجهة نظر وانت ليك وجهة نظر different people with different ideas ناس مختلفة بافكار مختلفة different people with different ideas talk about subject تكلموا عن موضوع damage damage يعني تلف او يدمر have bad or harmful effect ليه تأثير سيئ تمام؟ او تأثير ضار on something so that it is broken حاجة مكسورة or spoiled او فاسدة يبقى damage يعني فاسدة فبنخش على general notes general notes اللي هي المعلومات العامة او المركوزات العامة عندنا كلمة needle نيدل دي قلنا لها معنى ايه؟ بمعنى ابرد خياطة او مثلة حجر تاريخ تمام؟ امي استخدمت النيدل and the street to sue my thorn shirt يعني امي استخدمت النيدل الابرة والثريت اللي هو الخيط يبقى النيدل والثريت وخيط to sue my thorn shirt وهذا بيوتيفول design on it ليه تسممات جميلة عليه طيب نمبر 2 عندنا sink و drone ايه الفرق بين كلمة sink و drone؟ sink يغوص او يغرق ولكن للاشياء انما drone يغرق ولكن للاشخاص لالاشخاص يعني مثلا نقولك sink البسط sink sank و دي قلناها من شوية تصريفات الابعاد the ship nearly sank in a storm السفينة تقريبا غرقت في العصر نمبر 2 drone 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 يغرق بالاشخاص the shell drone in the sea as he couldn't swim هو غرق في البحر لانه ما قدرش يعوم طب عندنا bring bring معناها يحضر bring يعني يحضر brought brought يحضر احضر احضر can you bring me the magazine over there ممكن تجيب لي المجنة اللي هناك ديان tourists 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 who bring the money to an area بيجيهم عام فلوس بيجيهم عام ايه فلوس السائحين طب عندنا good good for معناها جيد لي مفيد لي تمام bad for معناها سيء لي أو دار لي تمام يبقى تقول له مثلا is tourism good for historic places هل السياحة جيدة للاماكن السياحية طبعا جيدة توريزم دولا بيجيهم عام عملة صعبة تمام في الحالة دي يبقى tourism good or bad good تمام pollution is bad for the environment توريزم التلوث سيئ لإنبا التلوث is bad for the environment وباي سيئ طبعا لدينا important expressions and preposition دي بنحفظها زي ما هي لانها بتكون تعبيرات مهمة جدا Have a class debate يعني عنده مناظرة داخل الصف هو مناظرة داخل الصف انت وزميرك بس ان بتتناشف موضوع هو لي وجد نظر He has an idea and you have another idea تمام يبقى تسميها هي debate Bring money to يحضر المال لي Give work to يوفر عمل لي Walk up يصعد لأعلى Follow the sign يتبع العلامة او يتبع اللافتة Follow the sign Behave will يتصرف تصرفا حسنا Behave will Behave a will In other ways In other ways بطرق اخرى Be for يدفع لي Be for Make pollution يسبب التلوث Make pollution يسبب ليه التلوث Plan for خطة لي Make for يضع شيئا من اجل Drop letter يوقع القمامة أو يلقي القمامة طيب تعالوا ننتقل الى التمارين على طول الخاصة بالvocabulary زي ما انت شايف عندك كده في صفحة 226 Report on kilobatera's needles زي ما انت شايف مسالة kilobatera قدامك ايه where is kilobatera's needle مسالة kilobatera دي موجودة فين kilobatera's needle is a large and important stone with beautiful designs on it هي مكان هي كبيرة ومهمة وفي علاقة السمامات مهمة تمام you can see it next to the river thames بتشوفها في نهر thames in london england how does it how old is it يطرى عمرها ادي the ancient Egyptians قدماء المصريين made the stone of pharaohs for pharaohs كان بيعملوا الحقر دا لالفراعنا تحكمه الثالث third تحكمه الثالث and it is about three thousand five hundred years old عمرها 3500 سنة how big is it يطرى هي ادي ايه يا حجمها كبير the stone is more than 20 meters هي اكتول او اكبر من 20 متر high تمام and it weighs about two hundred thousand كيلو جرام ميتين الف كيلو جرام it doesn't it weighs two hundred كيلو جرام two hundred thousand كيلو جرام طيب how did it get to this country ازاي وصلت للبلد دي يطرى المثالة دي نهر التمزي ازاي قال لك the British made a special ship ان البريطانيين عمل special ship سفينة مخصوصة for the stone للحجر ده in 1877 في عام 1877 while the ship was traveling to London بينما السفينة كانت مسافرة الى ايه لندن it nearly sank in a storm تقريبا هي غير اتفين في عاصفة تمام another ship help the stone to arrive in England سوف يجبون سفينة تانية لشين تساعد الحجر انه يصل الى انجلترا air later هذا الكلام ونبقى بعدها بعام سوف ننتقل الى الجزء الثاني كما انت شايف عندنا هذه علامات لما تشوفها تبقى لها رسالة حتى اي لغة تستطيع تتعامل بها يعني مثلا مكتوب الحنفية التي ظهرتها قدامك في بيكتشر number 1 you mustn't drink this يعني هذا الماء غير صالحة للشور you mustn't drink this تمام ما ينفعش ان انت تشرب منها number 2 you mustn't touch this طبعا العلمة دي علامة كهرباء تمام يعني معناها انه في خاطر انك لو لمست you mustn't touch لا تلمس you mustn't touch لما تشوفها اه لا تعرف ان دي فيه مشكلة لو لمستها ممكن يحصل صعق قهربائي او خاطر للانسان اللي يلمس الشيء you must turn right لما تشوف العلمة بتاعت الساهم اللي هو المعكوف يمينا you must turn right طيب لو انت شفت مثلا الانيمالز اللي موجود في الصورة اللي قدامك you must watch out of four cows you must you must watch out four cows يجب عليك الحذر من البقرة اللي قدامك you must watch out of four cows لازم تكون حذر بخصوص البحر طيب عندنا التمارين اللي هي بتاعت الفكابلاري number one is a great problem for the environment we should solve it هي مشكلة كبيرة للبيئة لازم ان احنا نحلها نختار ايه بقى هنقول له اللي هي ايه which one pollution ولا tourism طبعا تبقى ها pollution pollution اللي هي التلاوس كيف نختار كلمة pollution let's move to number two is one of the most important activities which brings money to Egypt احد اهم الانشطة اللي بيجيب فلوس لمصر سياحة tourism اسمها ايه tourism اللي هي السياحة tourism اللي هي السياحة طيب كيلوباترز 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 ايه string ولا needle ولا pyramid ولا mask كيلوباترز needle كيلوباترز ايه needle مسألة كيلوباترز dropping rubbish the environment طبعا behaves ولا damages لما انت ترمي الزبالة القهل كماما damages damages the environment بيلوس او بيتلف البيئة او بيضر البيئة طيب ولا bay ولا aid ولا angels زي ما عبد الرحمن قال هي bay طيب the ancient Egyptians made this stone for manager ولا guide ولا patron ولا pharaoh to hotmus third يبقى to hotmus ده كان ايه pharaoh pharaoh يعني احد الفراعنة pharaoh يعني ايه pharaoh 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 number three number seven alice uncle uh works for a big oil company big oil company big oil ايه company نقصر بقى كده نقصر بقى كده اللو بطان